اشتركوا في القناة 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 يكون المريض متعود على الستيرويد او قاعد يأخذ الستيرويد اصلا الستيرويد راح تسوي delay بهذا الهيلينج فمريض العملية ينصحوه يقولوله قبل ست لسبع اسابيع من ما تسوي العملية اترك الستيرويد لا تأخذهن واذا كان ولابد انه لازم يأخذهن يقولوله لازم تحس بحسابك انه انت ظلك قاعد عنه المستشفى يعني انه الجرح تبعك ما راح يطيل بسرعة طبيعية الوضع الطبيعي هاي فور فاكتورز عندك كمان الميكانيكال فاكتورز الاشياء العادية قلنا لك انه في عندنا احنا واحد يعني مثلا المريض اوبيس سموكر مع كوروناري اوبستركتيب بولموناري ديزيز مش مهم من هذا بس انه كوروناري اللي هو شريان تاجي اوبستركتيب مسكر بولموناري عند الرئة ديزيز هو هذا المرض المهم انه هذا المريض يعني زي ما تقول هيك كرونيك عنده كرونيك ديزيز دائما معرض للكف قحة وهيضا الاشي طيب شو المشكلة سوينا له سيرجيري وسكرنا له الجروح لو قلتك انه يجي عنا مريضين نفس الحالة سوينا له سيرجيري وسكرنا له الجروح واحد سكرنا له الجروح يك قوة ضبطناه كويس مزبوط باكتر من سويتشر انطباط ولزقنا جروح كويس واحد لا يعني سكرنا تسكير عادية زي وزي اي مواطن عادي ولا كأنه يدخن ولا كأنه معو كرونيك اوبستركتيب بولموناري ديزيز الكف ترى برشار عالي جدا ميكانيكا برشار عالي جدا جرب حط ايها همياتك وقح شوف القوة اللي اديز ايها فيها لبرا فالحنا جبنا هالمريضين هذا قح وهذا قح هذا رح يفرط السويتشر تبعه ويفتح الجروح لبرا وهاي كاريه وهاذا رح يضع المتماسك لانه شددنا الاجراءات زيادة فالميكانيكا برشار يمكن يفتح للجروح ويسوي لي مصيبين ولا كأنه سوينا انفليميشن ولا كأنه عالجنا طيب بالنسبة اذا تذكر قلنا يعني احنا اول اشي هون نسويه مددم عشان نبلش نعالج هطول الخلايا اللي مات ونعوض بدانهن بعملية الريبين مددم لو صار بور بريفيوجن انه راح البلد سبلاي قل البلد سبلاي وهي الاسكيمية نقص التروية هاي الاسكيمية طلنا نسوي بلد سبلاي لا اي سبب يعني مثلا سكرنا الشريان زي هيك اللي رايح على هذا التشيو فاكيد الريبير تبعي رح يتأخذ الاشياء اللي يمكن تسكر لي الشريان انك مثلا اثيره سكلورسل مرض تصرله بالشرين كميتاعل ديابية تصرفنا تأثيره شو هذا المرض من اسمه الفينوس درينج يمسك الدم ويسحبه درين نسوي فينوس درينج اوبستركتد سكرنا سمينا اوبستركشن فاذا احنا نسكرت الدم فهذا الاشي كله يقلل شو راح يصير بالاخير ديلي لعملية الهيلينج بسبب البور بيرفيوجن عندك هسا فورين بودي يعني مثلا تخيل والله احنا بلشنا مديننا دم اختلنا هاي البكتيريا وهذا الفيروس وهي الخلايا ماتت وقاللين نعالج فيها ونبلجش عملية الهيلينج تخيل في عندك هون مثلا مسماء اكيد راح يخرب بعملية الهيلينج برضو كمان في شغلة مثلا الناس اللي تسوي عملية القسطرة طيرا زيك القسطرة انو الشريان المسكر فحطينا صمام حديد او شو مكان ووسعنا الشريان البكتيريا لما تمشي تلاقي هيك اشي صلب موجود من نص هذا بيئة خصبة بالنسبة الهناتكار فبرضو كمان وجود الاشياء الفورين هاي سهل عملية الانفكشن فوجود والله فراغمنت من ستيل من غلاس او اي اشي جول الجسم فورين غير انه هو نفسه اصلا وجوده خلال فديلي لعملية الهيلينج هذا فاكتور كان انا ضل عندي اخر اثنين حسا اه برات اقول لك يعني كعملية مرات leaving it is better يعني في ناس مرات يسوي حادث مثلا وتفوت مثلا حديدة شضية وهذه الشغلات جسمه الدكتور يرتقي انه لو طلعناها رح يتأذى اكثر بكثير من انه نخليها فاذاها لما تضلها يعني اخف بلا يضلي فيتركوها بالجسم مرات يعني بسها معلومة عشان تعرف انه مش دايما نحن نشيل طيب عندك كمان type والextent للتشيو انجي عندي والله يعني مثلا انت لما تضرب الاندوثيليم تشيو مثلا وزي لما تضرب النسيج العصب نيربوس تشيو هذا كثير حساس النيربوس مدلع ويقدر يعارج حاله كثير هذا عادي متعود على الدائك كل شيء يبدل حاله فاكيد تفرق معك انت type تشيو فوالله زي ما قلنا يعني دوثيلي الانجيري ما رح يكون اكيد زي النيربوس انجيري يعني هذا رح نهيل في اسر اكيد وهذا لا اسلوع وبرضو حسب انت شو اللي ضربته يعني انت لما تجي تطعن واحد بسكين مش زي لمطخوا سبع طلقات متلا اكيد رح يفوقهم بعض فعلا نحن بمستشفى يعني الاكسينت هذا هو الاكسينت انه طعنت بسكين ولا طخيت يعني مين اقوى شو الضربة اللي ضربتها ولا النايف انجيرت بايشن واحد سوه حادث وقلبت السيارة سبع مرات وقزاز طالع وفايت مش زي اللي نطعن طعنة بسكين وسكين مو بسيطة يعني هذا كثير صعب مستعصي وضع اخر اشي كايد يفرق معنا sight للانجير يعني انت وين صارت عم هاي الانجيري فمثلا تقديرات فايشيل ووند واحد نجرح بوجه وتاخذ 5 ايام بينما لو رحت مثلا على الابدومن الابدومن الووند تاخذ لها 10 ايام لو رحت على اللورلم بابعد وابعد تاخذ لها اسبوعين ليش؟ لما طبعا هون التروية اعلى هون الشريين اكثر توصول الدم اكثر ودرة العلاج اكثر الخلايا موجودة اكثر ملحوثتين على هذول التسع فاكتورز خلاص هذول هنالي رح يخربين لعمليت الريبير الانفكشن وديابيتس النيترشن الستيرويد الميكانيكال فاكتورز وفور بلف يوجين فولين بادي والنوع التشيو انجري شو النوع اللي كربناه والإكستيند كديش انا ضربته وسايتو في انجري بس ملحوثتين عليه نسا انت الفاكتورز مي اوبرلاب اكيد مش اشي يعني خلاص انه والله فور بلف يوجين وبس ما لها دخل مثلا ما رح يكون فيه معها ستيرويد يمكن اوبرلاب يمكن تلاقيهم كلهم مع بعض خمسة مع بعض اربعة مع بعض اثنين موجودات ثلاثة لا وهذا الحكي وهم اهم معلومة عندك تعرف انه احنا نشتغل على البرينشن هون احسن بكثير واسهل بكثير علي من الهيلن يعني والله انا هذا المريض لو اني سويت له السويتر من اول وسكرتهم مضبوط وريحت حالي من اول كلفت حالي شوية زدت لقماشتين ولا انه يفرط مع الجروح وابعد ابنش انا بعادة الريبير واعادة العلاج واعادة الخياطة وهذا الحكي فهون الوقاية احسن بكثير من العلاج دائما دائما فضول الفاكتورز طيب هسنا نحكي عن الابنورمال الاشي المش طبيعي بعملية الهيلن لو صار يعني احنا خلينا نعلم في النورمال طيب حينا نعلم شو هو الابنورمال انو انا قتلت هاي البكتيريا وúdeت الدم في عندك مثلا ثلاث خلايا ميتاء تمام فانت بقالت تعالج هاري خلينا رجعته لأس هيا خليئة عضلية رجعتها وانضر رجعتها هاي Deficient scar انه والله عامي هذا الفيبروزز اللي حطيته هون هاية تعالجت تمام هذا الفيبروزز اللي حطيته هون ضعيف اللي سكرت فيه هذا الفراغ مش كثير قوي متماسك تمام تمام الثانيه هي الـ Accessive Repair العكس انه والله حطيته هون Collagen زياده في بروززز زياده وسكرت الفراغ زياده عن اللزوم فمثلا هون Deficient scar لو جمنا لك مريضين مجروحين نفس الجرح تمام هون بلشنا عملية الـ Repair و الـ Inflammation و الـ Repair عندك الواحد هذا انتهى بإيش السكار اللي احنا عاربنا الطبيعية سكر الجرح مزبوط وحاوضوا من كل الجهات وفي بروسس ما خلى ولا فرار أما هذا المريض كان عنده ديفيشنت سكار إنه وقف هيك بس أكثر من هيك ما سوا ما حاوط الجرح مزبوط بالفي بروسس ما سكروا بشو رح يصير عند هذا المريض إشي كتير مهم نسميه الووند ديهيسنس إنه الووند كل شوي يفتح كل ما صارت أي خلل أي ميكانيكا ورلا قاح مثلا مريض فتح الجرح إنه الووند بسبب يعني الأسباب عدة ديفيشنت سكار واحد منها كمان شوي رح نرجع نحكي سبب ثاني السويتشرز وهكذا المهم إنه أنا في عندي ديفيشنت سكار فسكار طرعت مهمة يعني هاي الندبة اللي هي كوزماتيكلي مش مرغوبة هي عادة لكن كانت حمية للجرح من دون هالجرح صار عنده ديهيسنس شو يعني ديهيسنس يظل يفتح على أي قحة أي حركة يعني تسوي شوية براشر تفتح لي الجرح الخبري من هو لو عاطينا كوليجين زيادة تخير مثلا لو منطقة الوجه كوليجين زيادة 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 عن اللزوم ببي risky الندبة كثير يعني لونها أسود وغير مريحة فبالعادة إيكون كوزماتيكلي مشكلة كوزماتيكلي مشكلة كوزماتيكلي خرب الشكل يعني هو هوا فبروس فبروس بس زيادة عن اللزوم كوزماتيكلي وإذا كان بأورغنز مثلا زي الليفر يعني كل خلايا هي طول يشتغلου لما تزيد العدد الفيبروستيشيو يدخل هاي الخلية ويخربها وهي خربها وهي خربها وهي خربها بالأخير أورغان فييلور يعني أورغان مطل يشتغل شغلته اللي كان يسويه لي إياها شو ما كانت خربتها انت مكتر الفيبروستيشيو اللي إذا فيمكن يسوي أورغان ديفورماتي بطه بس مشكلته رئيسية كوزمتية كونتر اكتورزان هنحن نحكي عنهم كمان شوي برضو هنه كمان يعني اكس زف ريبير زيادة بس هنا حالة خاصة نحكي عنهم كمان شوي طيب حس لو صار ديفيشنت بالهيلينج يعني العلاج تبعنا غرض مش انه أب نورمال يعني احنا هن علجنا هي يعني هنا فيه سكار مش انه ما فيه بالمرة هاي الوضع الطبيعي سكار هنا فيه سكار فيه اشيو منه يعني بس في عندي نقص أب نورمال أما لا لو صار ديفيشنت بالهيلينج المرة شو يصير يصير عندك ألسر قرحة شو الألسر؟ الألسر هي بكل بساطة بس هي هي discontinuation بالميوكوزة الإبيثليوم طيب وين هذا الميوكوزة الماظينج؟ onwardsosing Discontinuation يعني هي الميوكوزة الماشية وهي الميوكوزة الماشية هون بينها تكون في عندك Discontinuation مش موجود هاي المنطقة نسميها ألسر القرحة وين موجود هاي الميوكوزة الإبيثيم؟ foين ممكن يصير عندي أصلا ألسر الميوكوزة الإبيثليوم متابع الجلب مثلاها هاي 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 الجلد راح هنا هاي ألسر أو فيه كمان مثلا جول جسم اشياء الداخلي للستمك والدودينيوم وهي الشغلة طب السمك مثلا هي عندك استمك أنسر إذا راح الميكوز بالدودينيوم هو أول جزء من أول جزء من الأمعاء برضو دودينيوم ألسر أنهم بس إليك تعرف أنه هي بالإبثيري والإبثيري ممكن يكون جوة الجسم داخل ما نشوفه أو البرة اللي إحنا شايفين طب هذا الدسكنتينيواشن من إيش صار يعني هيا المنطقة الفراغ لأنه إيش غالبا غالبا يكون نقص الدم إسكيمية نقص التروية راح الدم عنها فبطل ما في دم ما في حياة ما تفت لهاي المنطقة الحالة فصارت الألسر خلينا نتعرف على أنواع الألسر عندك أول نوع نعرف الفينس الفينس الألسر هي هيك أنت هيك تشوف وخليك يعني فاميليا اللي معك في النطاع يشوف أنه اللون شوية مايل على أزرق وهس نحكي ليش تكون موجودة غالبا تحت ماطق اللور لنكن نزلنا تحت كل مكان الأرتيز أقل التروية أقل الدم أقل شو قصة هاي الفينس الألسر ليش من اسمها فينوس إذن كرونيك فينوس هايبرتينشن زيادة في ضغطه ليش يكون زي كيف مرض الدوالي اللي هو الثنتين هزوه هنا يعني أنا والله احتقنت الدم سكرت هنا شوي أبوه دو سكر طيقت شوي أبوه احتقنت الدم هنا فسو يعني هايبرتينشن وبرضو أو اللي هو الدوالي المهم أنه إحنا زيادنا الضغط هون فالخلايا الدم اللي هو شو صير فيها بلش تتكسر خلايا الدم وتسوي لي ألسر تكسرت خلايا الدم ما فيه إشي ينقل الغذاء ما فيه إشي ينقل الأكسجين ما فيه حياة مات المنطقة اللي هون ماتت فسويت لي ألسر جميل فالRBC شو جواتها هيموغلوبين هيموغلوبين هنو ينقل الأكسجين بايش يربطوا بالحديد لا فيه كسرتها يطلع الحديد برة يسوي لك صبغة الـFE Deposition Pigment هيا الصباعة دون هماية على أسر بلوش انكلام فخلي ببالك أنها بلوش انكلام جميل هاي أول ألسر ثاني واحدة من بعد الـVenus شو فيه Arterium 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 إيش اللي يقل؟ انت Arterium فلاح تقلل Perfusion قلل التروية ليش؟ بسبب الأثيروسيكلوروسيس يعني انتهى هاي شكلها شوف ما يلعلى أحمر وتوقع سهل البين دام من لونه أزرق فهاي زرقة هاي مثلا Arterium Alsa نقص الـPerfusion أو مرض صل وشرين الأثيروسيكلوروسيس معلومة كثير حلوة عن مرض الـDiabes تسخلها وخليها معك دائما هاي شوفي عندي اشيان رئيسيات بالجسم الدم الشريان والنيروس العصار الـ Blood والنيروس الـDiabes يقللها تنتقل يقلل الـ Perfusion يقلل وصول الدم ويقلل العصار جميل جميل فأول واحدة نستخدمها هاسا ويقلل الـ Perfusion يقلل لك الدم الـDiabes يتسخل الـ Perfusion إذا رح سوي لك Arterial Alsa تمام وهي بالمناسبة تقارنها مع هاي دائما الـ Arterium أقوى دائما هي رح تكون More severe و Deeper أعمق كمان أعمق أكيد أخطر يعني لأنه علاجة رح يكون مضطر أفوت عليها جواه وعملية وهذا حكي فهي أخطر فهي ثاني ألسر حكينا الفينوس وهي الـ Arterial حسا الأهم والأقوال هي الـ Diabetic ألسر هيك يكون شكل هات الـ Diabetic ألسر وعادة تكون بالفوت لأن الفوت أقل شريين وصول نزل تحت كل مكان أقل تروية كل مكان تمنطقة أضعف الـ Diabetic فوت نفس الحكي دي قلل الـ Perfusion إسكيميا أو Therosiclerosis قللت وصول الدم لمريض الـ Diabetes حلو فقلت الـ Perfusion فإننا نسوي ألسر حسا شو المميز مريض الـ Diabetes جلنا شو قلنا معلومة مرض الـ Diabetes الساسة عندك البلد وعندك نير قلل الـ Thin الـ Nerve هو اللي خليك تحس فالمريض يبطل حس فالليصير المريض يجي على العيادة بعدين وأنه الوضع سيء جدا هو مش منتبه الألسر زمان مبلشة وزمان صار عميقة Very deep ولسه المريض منتبه فيجي منطقة متأخرة فهو مكان أصلا حاس بالليصير عادة عادة نقول لنا باللغ اللي هي Distal Peripheral على الطرف وتحت Deep Portion للفوت أنه المنطقة أقل تروية وتكون Very deep لأنه أصلا المريض يجيني متأخر وبعد إيش طيب وآخر ألسر معنا هي Pressure Suchures سهي هي يجي شكلها يسموها Bed ألسر شو قلستنا هذور إذا صار في Prolong تكون Prolonged Compression وضغط أنت تضغط الجلد جلد جلد المريض على العظم اللي جواهت يعني كيف جسمها هي عظمة في عضلات ومعضلات هذه الشراء والجلد موجودة هون إذا إذا أنت ضغطت هذا الاتجاه الجلد يقرب على العظم يقرب على العظم يقرب على العظم لما يموت الجلد وروح يصير Discontinuation يعني هالمنطقة راح تموت فهي ألسر أو Suture سميها Crusher سوجر لماذا يسموها البيت سوجر شو الإشي اللي راح يضغط الجلد على العظم أنه مثلا يكون Stroke patient اللي هو مريض الجلدة ما يقدر يتحرك يكون على السري بالمشفى وما دائما يعني يؤمروا الممرضين أو ينصحوا الممرضين وقلونهم دائما حركوهم كل فترة وفترة حركوا عشان الجلد ما يصير له Alceration ما يصير في عنده Suture إهمال من الممرض أو إهمال من المستشفى ما يحركوا المريض لأن مثلا مدى مش كثير طويل لثلاث ساعات مثلا فلش الألسرسي زي هيك بعد ثلاث ساعات مش مزحة يعني فيتشكل هذا Suture ماتت الخلايا اللي هون ليش ضغط من الجلد على العظم ضغط يعني الجلد باتجاه العظم بسبب Pressure العادي Compression ماتت الخلايا صوت لهذا Suture جميل فهي الكوز تبعها يكون Mechanical Pressure هذا Mechanical Pressure أو أن يكون Local Scheme من الضغط اللي صار قطعنا الدم عن هاي المنطقة فمات مات النسيج أو البثير اللي تيشو الموجود هون Stroke Patients عادة أنهم اللي يقدروا يتحركوا فيكونوا مركينين على غيرهم كممرض أو غير ممرض وصار أي إهمال من الممرض فمشكلة والوقت مش كثير قلنا ثلاث ساعات بعدين يكون بلشت العلسة حسا حديثنا طبعا إجت الفرشات الطبية اللي تنفخ بالهوى فحلت المشكلة وصادع زمان كامل طيب نأكد على الواند ديهيسنس ذكرنا الواند ديهيسنس اللي هي إيش إنه أنا والله يظل يفتح الجرح معي مثلا زي هذا الجرح يعني دي سويترينج يظل يفتح بسبب الإنجري بسبب إيش يعني واحد قح فتح الجرح أو أي خلل صار ميكانيكل فتح الجرح شو السبب ويكنس للسويتر والله إنت حاط أنت مش مسكر الجرح مزبوط مش مخيطه مزبوط أو مثلا الوارس سيرجيكال تيكنيك سهضل أسوأ إنه تعرف قصة إنه والله الدكتور نسل ملقض جوه بطن المريض وهذا الحكيم عملية الجرحية هاي تصير برضه نفس الإشي خطر كثير على الجرح إنه تنسى قطعة جوه المريض هي أكيد خطر يعني فراح تسوي لك أنه شو ما صار خلل تفتح الجل وتمزع الجرح من أول وجدي طيب قلنا من المشاكل اللي اللي لقيها إنه والله يصير عندي زيادة مش إنه أخرى يعني إحنا من المشاكل اللي عديناها أول إشي deficient سكار وحكيناه إنه كيف إنه تخرب عندي الإبثيريوم وصير عندي ألسر وهذا الحكيم طيب الثاني 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 أنه زيادة الريبير يشتغل زيادة عن اللزوم والإكسسيف سكاري عندك أنواع بس لك تعرف أشكال هنا أنواع يعني شوف عندك الهايبر تروفيك سكار هايبر زيادة وتروفي إنه زاد حجما هايبر تروفي سكار زي هيك بس عادي الندبة العادية اللي إحنا عارفينها بسكونها أوضح بكثير ومبينة على الجلب هاي الندبة هايبر تروفي سكار بس هالنا نعرف عنها في عندي إشي اسمه كيلويد هاي الكيلويد اللي هي هاي هذا المنظر إنه هيك فعلا نظل نسوي ريبير وكولاجين و تيبوزيشن للإي سي أم وهذا الحكي لما يصير المنظر هذا السوق هذا اسمه الكيلويد إذن نعرف معلومات عنه هو موجود مور ان بلاك بيبول إذن شو تستنتج من هاي تستنتج إنه انهرت مدام يفرق على العرق إذن أكيد فيه وراثة بالقصة فتستنتج إنه يعني فيه منه كثير انهرت طيب دك تعالجوا هذا شو رأيك تسوي عملية ولا كريمات هذا لو تسوي له سيرجري يظل يعني شو اللي زيحة ترجع اللي زيحة ترجع وترجع بأكتر كمان كيف مرض الجدري زيحة الحبة يطلع خمسة بدارها نفس الفكرة شو اللي تزيحه هنا رح يرجع فإحنا نعطيه شو ليش لأنه هذا جاي من إيش ريبير ريبير شو هو صحيح يعني أخر خطوة من عملية الانفلاميشن الالتهاب هي الريبير هو اللي سوى وقلنا الستيرويد هو الماجيك درق هو الدواء السحري اللي يوقف عملية نثبتها في مكانها فيوقف نشوف أشكالهم الباقي خلينا نعرف أسماءها يعني أنه والله صار عندي اللي نسميها اللي هي زيادة بال زيادة بال بس مش كتير مهتمين حتى بشكل هاي بس أنه عرف إننا اسمها إنه إذا زدنا الريبير زدنا الكولوجين زدنا الديبوسيشن للإي سي أم يصير عندي هاي الشغلة برضو عندك الفيبروماتوسيس سواء ديب ولا سوبرفيش اللي هي كل شي عميق كل مكان أخطر بالنسبة للجسم اللي هي تيومر ديب فيبروماتوسيس وعندك تذكر قلناك رح نرجع نحكيها اللي هي زيادة بالريبير اللي هي سوبرفيشل فيبروماتوسيس يعني إنت عندك سويت زيادة عن اللزوم يعني سويت يعني زادت شوية أو إشي كتير خطير زي كاللوي مثلا شوفت كيف شكلها أسود زيادة حكينا معلومات أولا أنه أنت يكون عندك زيادة زيادة أو برضو زيادة بالريبيرين مش ما بدأ تفصيل أكثر أو هذا المطلوب مننا نعرف للآن تهام فيه سوبرفيشل وفي دي الديب اللي هي الأجريسف خطيرة والسوبرفيشل اللي هي الكونتر اكتشور جميل طيب نكمل بقصة الفيبروسيس هذا أقول فيبروسيس لمنطقة بسيطة على الجلد فيبروسيس لمنطقة هون عند النك بضغبة لو صار طب لأورغين كامل قضو كامل يعني سوينا له فيبروسيس سيه جميل الكونتينيوس في بروسيس إذا زدت نحد وقلنا لك يعني أنه والله اعتبر هذا الليبن تمام من سهل اعتبر لي هذا الليبن خربها انها ضارت ثلاث أو أربع خمس خلايا وانا كل خلية تشتغل نفس الشغل يعني يفرزوا نفس الإفراز نفس الإفراز نفس الإفراز مثلا شغلوا أن يفرز مثلا خلينا على سبيل المثانية نفرز لنا هرمون أفرزت هرمون 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 كل حد تفرز وحدها حبت هرمون وبالثاني لما أنت تسوي فبروسيس له هاي وتخربها وهاي 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 فبروسيس يعني الخلية ما تشتغل أكيد ما رح تفرز هاي الهرمون ولا هاي تمام فإحنا هاي تفرز هرمون وهاي تفرز الخلايا اللي قاعدين نصلحها بالفبروسيس ما تفرز فوالله هو يعني يقول عنده كان عشرين خلية وانت خلص سويت أربع فبروسيس مقبول يعني هاي هاي تفرز الهرمون أما أنت ولله عنده عشرين خلية وسويت لي ثمنتعش فبروسيس بطلوا يشتغلوا وخليت خليتين هما اللي يفرزوا الهرمون نعم هيك شو صار بالفنكشن راح اختفى فأنت خربت الفنكشن من كثرة الفبروسيس تبعا فالفنكشن احنا نكون دمرنا تمام طبعا لهم أسماء في الليفر مثلا وضلت تعطين زيادة زيادة عن النزوم يصبح اسمه سيروس تشمع الكبد فيه الكدني تخربها يعني هو المرض من كثرة الفبروسيس تخرب تنتهي فيسموه الاند ستيج وآخر خلص مرحلة ماتت اند ستيج كدني ديزيز فهذا زيت على الكدني يصبح عندك الاس كيدي لهو اند ستيج كدني ديزيز وذكر بله عشان الفبروسيس مين كان المين بلاير خليها بدائما ببالك تيجي اف بيتا هو المين بلاير بعملية الفبروسيس هيك احنا خلصنا مراجعة سريعة وخلصنا مقادر المحاضة اول اشي حكينا انه احنا هسه برج عملية الريبير نشوف الفاكتورز اللي هنه امبير الريبير اللي خربوا لي عملية الريبير وعدينها تسعة يلا هسه الشاطر عادر اللي يحفظ معي نحفظ التسعة وخلصنا اول اشي احنا قلنا متى نبلش نصلح لما نخلص من البكتيريا فلو رجعت البكتيريا صار عندي مثلا انفكشن فاكيد انت رح تسوي ديليه لعملية الريبير طيب جميل قلنا عمي مرض ديبيتس من الليتس ديبيتس شو يسوي يزيد كيف اي الخلايا يدخل عليها السكر يتحول لالكوحول كثير واتش والالكوحول ممنوع يطلع ايك الجسم ما في نواقع تنقله لالكوحول فش يسير يجيب مية 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 تنتفى الخلية تنفجر ماتت الخلية اذا انت شو دمج فايزيد تشو دمج فيتأخر لي عملية الاصلاح حيث انه قاعد يدمر فالديبيتس من الليتس ورقم اثنين جميل ثلاثة كنا نيوترشنال ونوعين يعني انه جد ما فيه جد انه مال نيوترشن او انه لايف ستايل فيجيتاري وفيجيتاري زي ما يوكلوا فيتامين سي مثلا ما يقدر يصنعوا كوليج ما يقدر يصنع كوليجن خلاص لان دمجي شو ولا يعني كذ يسوي طيب اربعة عنا الدواء السحري اللي هو الستيرويدز يمسك الفوسفول لايبيز هذا الانزاين يخربه خرب الفوسفول لايبيز ما فيه ما فيه ليوكو تراين فهذا الحاكي يترتب عليه انه تيجي اف بيته الميل بلاير رح يغف شغله كل عملية الريبير يتقلب اذا خربت الستيرويدز طيب هاي اربعة حكينا خامسة عن الميكانيكال فاكتورز الميكانيكال فاكتورز اي ضربة على الجروح لانه نحط ايه فيها معتك جرب قح كيف رح ينفق على الجروح لانه الميكانيكال يأثروا على السويتشر تبعات والفور فير فيوجين فير فيوجين فير فيوجين نحنا قل لعنا نقص التربية زي ايش شو الامثل مثلا امراض تقلل الدم اثيرو سيكليروسيز دايبيتس نقلنا دايبيتس يقلل الشغلتين رئيسيات الدم الارتري والنيرف قللنا هنثنتين دايبيتس وقلنا فيه عندك ابستركتل يعني سكر فين الدرينج هذا المرضو برضو سكر لي الفين وصالت نفس الفكرة هذا بالنسبة لستة سبعة قلنا الفورين بودي يكون عنده مطالة افاجأ من سمار اكيد رح يخرب علي عملية وثمانية قلنا النوع نوع التشو رح يفرق معي والاكستنت رح يفرق معي فانت لما يكون اندوثيلي التشو مش زي ما يكون نيروز تشو وانت لما ضطعا واحد بسكين قلنا نايف مش زي ما يكون اكسيد مش زي ما حادث ومتكسر وهذا الحكي واخر اشي السايت في انجلي وين الفيس بده خمسة ايام أبدومن بده عشرة ايام اللورلم بده سكوعين ليش لانه هون في عند دم اكثر اكثر فاكثر اكثر فاقل فاقل فاكيد هذا يتعالج بشكل اسرع طيب ملاحظين مهمات فيه اوفرلاب ولا لا اه فيه اوفرلاب شو رأيك بريفنشن ولا تريتمنت لا اكيد نشتغل على بريفنشن رح يكون كتير 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 اسهل بالنسبة لي طيب بعدين قلناك الابنورمال هسا الابنورمال هيلنج الابنورمال هيلنج انه يا ما يسوي لي يعني يا ما يقصر بشغله يا ما يزيد شغله تمام تمام قلنا الكنتراكش رهي من جماعتنا طيب لو صار ديفيشنسي بالهيلنج شو رح يصير عندي صار ديفيشنسي بالهيلنج ما صلحنا كويس يصير عندي السر شو هي الالسر قلنا ديس كونتينيواشن لالابيثيلي ليش لانه ما فيه إسكيميا نقص بالدم ما وصله دم هذا تيشو انواع الالسر عندي قلنا نقارنهم مع بعض عندك الفينوس وعندك الارتيريال وعندك الديابيتك وعندك السويتشر اللي هي البراشر يعني على سويتشر طيب اول واحدة اللي هي عندك الفينوس ديش لانه صار فينوس احتقان خلايا الدم الحمراء شو صار فيها الاربيسيز تكسرت طلع منها شو الايرون وعطى بيجمينت شو اللون بلوش بس سهلة طيب بالنسبة للارتيريا قلل تقلل صور الدم لهذا المنطقة قللت للدم وهذا حكي برضو الديابيتس يقلل البرفوج جميل مين أخطر هذو لهذا أكيد دام الارتيري أقوى فهذا المور سيفير وأكيد ديبر كل ما كان أعمق طيب الديابيتس وصلنا على الديابيتس قلنا نفس الإشي قل للبرفوج ديابيتس قل للبرفوج يبلش موت الخلايا فيه هنا إضافة حلوة أنه فيه الإنجلس المريض راح يجي بعدين وهو مش عارف زمان بلش الجروح وصار خطير جدا فيه الإنجلس لأنه الديابيتس مرض السكري يخرب الأعصاب يبطل الإنسان يحس عادة يكون بالفوت تحت لأنه أضعف منطقة يكون very deep very deep ديابيتس السويترز اللي سميناهن إيش البد ألسرز ليش أنه عباء من الميكانيكل كومبريشن للجل بالسكن against مين against البون بالسكن against البون دزن على بعض تصير عندك السويتر تقصير مين تقصير المستشفيات وعادة مين بالستروك بيشن إنه هو اللي ما يقدر يحرك حاله وقلنا حسنا حلت المشكلة بالحوائي الفرشات الجديدة المائية والهوائية وغيرها الواند دهيسنس شو هي الواند دهيسنس إنه والله أنا يظل يصير عندي دي سويترينج إنه أنا يظل يفتح الجرح معي على كل شوية براشر بسبب يا أما إنه السويتر أصلاً مش كويسة أنا أحاط سويتر مش نتبتها مضبوط أو إنه والله بالعملية مثلاً الناس يين شغله هو الناس الملقط هو المريض وهذا الحل طيب هذا بالنسبة للأب نور لو صار عندك نشتغل شغله زياده عن اللزوم قلنا خمس شغلات Hyper ترى فيك إنه زاد الحجم للسكار منطقية أنت زيت شغلك زيادة شو شغلك تسوي سكار زيت شغلك شو سويت إنه سكار كبيرة بس حلو كيلويد كيلويدة سويت اللي كشفنا منظرها أسود هاي تكون الكيلويد قلنا عندك أو حتى قبل العلاجها وين أكثر موجودة بالبلاك بي نتوقع عنها في موضوع رجع سيرجري أو لستيرويد كريمز لأ قبلنا ستيرويد كريمز أحسن لأن السيرجري راح تظله ريكلس راح تظلها تروح وترجع بعدين عندنا مين البرود فخورة فلش اللي هو زيادة وبرضو عندي الفبروماتوس الفبروماتوس اللي كان في عندي اثنين سفرفيشل فبروماتوس اثنين السفرفيشل اللي هو كان والديب اللي هو كان هو الخطير زي كان تيوم اخر شي قلنا لو الفبروماتوس وصل شو راح تسوي انت بالفنكشن تبعه ورح تخربه وقلنا ليش بالفنكشن تبعه راح تخربه مكترة تذكر دائما مين الميل بعملية بعملية تي جي اف بيتا